ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الجزء الخاص بلانجويج اللغويات للدرسين الاول والتاني عندنا هنا صفحة 175 اول سؤال معي خاص بتشوز بالاختيارات والسؤال رقم واحد بيقول هنا ايه؟ بيقول هنا وكمان التمثال ايزي قولي يعني بتكون مصنوعة من المعدن يبقى عايزيني قول مصنوعة من يبقى بتكون مصنوعة من المعدن يبقى مصنوعة من بتكون مصنوعة من المعدن رقم اتنين في مصر القديمة ذير نقاط دير المدينة عايزي قولي يعني كان يوجد كان موجود قرية تدعى او تسمى هذه القرية اسمها دير المدينة يبقى عندي هنا ايه؟ هقول ذيرز ولا ذير واز انا طبعا بتكلم عن اي فيلج القرية مفرد يبقى عندي هنا وير وي ار مستبعدين تمام؟ يبقى ايه ما هاختار از او واز طب هو بيقولي في مصر القديمة بيكلمني كده في الماضي يبقى انا هقول كان يوجد ذير واز كان يوجد ما يفعش اخذ مدارة اللي هو از رقم 3 ذا صفة نقاط ميت اوف ليذر عندنا ذا الصفة اللي هي الكنبة الكنبة نقاط ميت اوف ليذر بتكون مصنوعة من الجلد ايه للكنبة بيكون مصنوعة من الجلد عايزين نقول هنا الكنبة او مثلا الكنبة نفسها بقى بتكون مصنوعة من ليذر من الجلد يبقى are ولا where ولا is ولا am طبعا الكنبة هنا مفرد الكنبة مفرد تمام يبقى are و where مستبعدين وام عمرها ما هتجي مع الايه مع المفرد المفرد بياخد is يبقى ذا صفة is made of leather الكنبة مصنوعة من الجلد رقم اربعة بيقول هنا ذر نقاط any rice in the kitchen عايز يقول لا يوجد اي ارز في المطبخ انا عندي ايني بيجيلي في النافية ورائز الارز لا يعد يتعامل معاملة المفرد يبقى انا عايزها مفرد ومنفي aren't منفي بس جامع haven ما ينفعش معايا هنا عايزة اقول ايه weren't ولا wasn't عايزة اقول يوجد او لا يوجد طبعا عايزة اقول لا يوجد مع المفرد يبقى there wasn't انه لا يوجد ان رايز اي ارز يبقى there wasn't انه لا يوجد ليه لا يوجد انه عند الارز بتعمل معاملة المفرد واني بيجيلي في النافية رقم خمسة بيقول هنا ايه there were trains in nineteen hundred كان يوجد كطارات في سنة الف وتسومية nineteen hundred ذر نقاط اني تيفيز عايز يقول بقى ما كانش موجود اي تلفزيونات اني بيجيلي معا النفية تيفيز التلفزيونات جمع يبقى انا عايزة جمع ومنفي وزن مفرد haven't ما ينفعش معايا عايزة اقول لا يوجد والارين طبعا هنا عندي ايه عندي هنا جمع ومنفي اه لكن انا دلوقتي اختار بيقول لي انه سنة فاتت يبقى انا هنا عندي في الماضي يبقى weren't ما يفعش اختارها في المطارة يبقى there weren't any tvs لم يكن يوجد اي tvs اي تلفزيونات يبقى weren't رقم ستة بيقول نقاط there in schools in your street ten years ago عايز يقول هنا ايه نقاط there يعني يوجد اي schools اي مدارس في الشرع بتاعك منذ عشر سنوات طبعا ده سؤال وفي حالة السؤال هنختار ايه هنختار هنا واحنا بنسأل was او where او r او is كل دين فا في السؤال طيب انا بستخدم هنا ايه بستخدم في السؤال بتاعي انا عايزة اسأل في الماضي لوجود كلمة اجايب عندي هنا سؤالي هيكون في الماضي يئمن was يئمن where يبقى r و is مستبعدين انا بسأل عن المدارس المدارس جامعة هسأل بwas ولا where طبعا مستبعد وص كده يبقى كده عندي اللي تنفع where where there in schools هل كان يوجد اي مدارس في الشرع اللي انت فيه او الشرع بتاعك منذ عشر سنوات رقم سبع the things and the photos made of عايز اقول لي الاشياء اللي فيه الصور بتكون مصنوعة من ايه من اي مادة خام طيب يبقى انا عايزة اسأل على the things الاشياء جامع يبقى am was was ثلاثة دول مستبعدين يبقى الوحيدة اللي عنده هنا مع الاشياء مع الجامع هناخد ايه هناخد are what are the things in the photos made of الاشياء اللي في الصورة دي مصنوعة من ايه بعد كده رقم ثمانية ذير نقطة boats in ancient Egypt عايز يقول يعني كان يوجد بوتس اللي هي القوارب في مصر الايه في مصر القديمة يبقى in ancient Egypt في مصر الايه في مصر ancient يعني القديمة يبقى كده بيكلمني في الماضي تعال ناخدها واحدة واحدة يبقى عنده هنا بوتس القوارب جامع انا بقى اتكلم عن حاجة موجودة جامع وفي الماضي haven ما ينفعش اقول haven انا عايز اقول يوجد او لا يوجد ولا هدن هاختار طيب القوارب جامع واجب لي الاتنين في الماضي القوارب جامع هقول ايه هقول كان يوجد قوارب in ancient Egypt في مصر القديمة رقم تسع نقطة ذا choose made of leather عايز اقول هنا choose اللي هي الاحذية بتكون made of leather بتكون مصنوعة من من leather من الجلد طبعا ده سؤال والحزاء بيتعامل معاملة الجامع بسأل هل يوجد حزاء بيقول هنا نقطة the choose made of leather عايز اقول هل الحزاء ده مصنوع من الجلد الحزاء بيتعامل طبعا معاملة الجامع عشان بتكون الفردتين يبقى عندي هنا is مستبعد عشان مفرد does برضو مستبعد عايزة فعلة في المصدر باقي عندي هنا دوع برضو عايزة فعلة في المصدر يبقى باقي مين are the shoes هل الحزاء made of leather مصنوع من الجلد رقم عشرة there not any cars in ancient Egypt عايزة يوجد هنا there عايزة يقول لم يكن يوجد اي سيارات في مصر القديمة اول حاجة عندي هنا عايزة اختار حاجة منفية cars السيارات جامعة السيارات جامعة in ancient Egypt في مصر القديمة يبقى في الماضي يبقى نعايزة اختار في الماضي ونافية وجامع weren't دي الاختيار الصحيح يبقى there weren't wasn't مفرد والسيارات جامعة هنا مش جايبها لي منفية وهي هنا في المضارع وكمان عندي ايه مش منفية واذن مفرد وفي المضارع يبقى اللي تنفع معايا تناسب كلمة in ancient Egypt في مصر القديمة وتكون ماضي وتكون منفية وتكون جامع وهي كلمة weren't لوجود كلمة any وكارز السيارات وانشان ايجيبت مصر القديمة يبقى there weren't any cars لم يكن يوجد اي سيارات في مصر القديمة بعد كده جابي هنا السؤال خاص بcorrect السؤال خاص بالتصحيح رقم واحد there لم يكن يوجد اي غرف نوم في المنازم بتاعتهم انا عندي ايني بتجيري مع النافية اه يبقى انا بتكلم عن ايه وير عايزها بقى منفية بدل وير هدي بقى وهاختصرها هدي بقى ويرنت يبقى دي وير وباختصرها هدي بقى ويرنت لم يكن يوجد غرف نوم في المنازل بتاعتهم جبتها منفية ليه لوجود ايني رقم اتنين بيقول هنا وين نقض the stone age stone age اللي هو العصر الايه العصر الحجري عايز يقول هنا متى يكون العصر الحجري العصر الحجري ده كان امتى انا عندي بتكلم على the stone age العصر الحجري ده مفرد المفرد هسأل عنه بوير لا طبعا هسأل عنه بواز زي ما هو في الماضي لكن مع المفرد يبقى when was the stone age امتى كان العصر الحجري رقم ثلاثة عايز يقول السرير بتاعي بيكون مصنوع من الايه بيكون مصنوع من وط بيكون مصنوع من الخشب يبقى السرير مفرد خدنا معاها از عايز اقول مصنوع من كلمة مصنوع من يعني وهو جايب له اف يبقى ماد اف مصنوع من ماد اف مصنوع من لان مش والله بيصنع هو اللي تم صنعه ميفحش اجيب make لازم اجيبها made تصريف ثالث رقم اربعة بيقوله هنا ايه نقط عايز يقوله هنا ايه ايه هي المادة الخام المصنوع منها الحقيبة بتاعتك عايز اقول ما او ماذا باسأل على المادة الخام بما او ماذا ما او ماذا يعني what what is your bag made of المادة الخام المصنوع منها الحقيبة بتاعتك يبقى what معنى ما او ماذا رقم خمسة بيقوله there not any phones in ancient ايجيبت عايز يقوله هنا ايه لم يكن يوجد اي هواتف او تليفونات في مصر القديمة طب ايه الخطأ لما اجاب هالي منفية وجاب هالي منفية لوجود ايه وجاب هالي جامع لوجود فونز التليفونات جامع بس ما جابهاش في الماضي في مصر القديمة يبقى انا عايزها كده في الماضي هتبقى ايه هتبقى زي ما هي بس في الماضي بعد كده رقم ستة اللي هو المقص نقط made of middle بيكون مصنوع من المعدن المقص بيتكون من جزئين بيتعامل معاملة الجامع يبقى هنا ده اللي هو المقص بيكون مصنوع من المعدن يبقى طالما هو بيتكون من جزئينه وبيتعامل معاملة الجامع بدل إذا هتبقى إيه هيبقى R عنده هنا المقص عنده هنا هذه الرسمة بتاعته كده هل لقيه بيتكون من جزئين الجزئين دول بيخلوه بيتعامل معاملة الجامع رقم سبعة نقاط The glasses made of plastic عايز اقول إيه هل النضارة بتكون مصنوعة من البلاستيك لص النضارة النضارة بتتعامل معاملة الجامع لا كده بتتكون من إيه من عدستين فهي كده بتتعامل معاملة إيه معاملة الجامع طيب بتتعامل معاملة الجامع بدل إذا هتبقى إيه بدل إذا هتبقى R يبقى R يبقى ده سؤال ببدأ بحرف كابتال R رقم 8 ايز اقول يعني كان لا يوجد انه لا يوجد اي تابس اي حنفيات في مصر القديمة تابس اللي هي الحنفيات جامع حنفية او صنبور عندي هنا انا جمليتي فيها نفي اللي بتجيلي في النفي من صمت جيلي في الاسبات اللي بتجيلي فيه النفي وهي انه لم يكن يوجد اي حنفيات في مصر القديمة جايب لي بعد كده الصفحة صفحة 176 جايب لي هنا جانرال اكسرسيز استدريبات عامة على الدرسين الاول والتاني اول سؤال معي خاص بي الاستماع يقول لي استمع واختر تاكولك تانصر الاجابة الصحيحة بيجيب لنص باستمع لهذا النص جيدا وبعد كده ببدأ ان انا اجاوب على الاربع اسئلة الاختيارات باسمع للنص ومن خلال المعلومات اللي وردت عندي بيجاوب على الاسئلة الخاصة بالاختيارات جايب لي اسمعوني كده النص بتاعنا بيقول باب السيارة مصنوع من المعدن المصنوع من الزجاج المقاعد اللي هي بتاعة السيارة بتكون مصنوع من الجلد بعض مقاعد السيارات يعني بتكون مصنوع من البلاستيك يعني المقاعد بتاع السيارة الغالية بتكون مصنوع من الجلد وفي بعض السيارات المقاعد بتاعتها بتكون مصنوع من البلاستيك يعني انا المعلومات الليな Niemees سمعتها هبدأ بقى ان انا اجاب واول سؤال هنا بيقولي باب السيارة بيكون مصنوع من باب السيارة بيكون مصنوع من ايه بيكون مصنوع من مثل من المعدن رقم اتنين ايه للسيارة بيكون مصنوع من الزجاج طبعا اللي بيكون مصنوع من الزجاج وهي النوافذ النوافذ او الشبابيك بتاعة السيارة بتكون مصنوعة من الزجاج رقم 3 ايه ليه السيارة يعني غالي السمن ايه للسيارة اللي هي غالية في السمن بتكون مصنوعة من ليدر بتكون مصنوعة من الجلد طبعا اللي بيكون مصنوع للجلد في السيارة الغالية وهي سيتس المكاعد المكاعد بتاعة السيارة الغالية بتكون مصنوعة من الجلد رقم 4 بعض المكاعد بتكون مصنوعة من بعضها بيكون مصنوعة من بلاستيك بعد كده السؤال الخاص به الاختيارات اذا كنت انصر اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد معظم الحقائب معظم الحقائب معظم الحقائب بتكون مصنوعة من ايه طبعا بتكون مصنوعة من الليزر بتكون مصنوعة من الجلد رقم اثنين اي نيد اي شرب نقطع تقاط ذا وطرملين انا محتاجة نيد يعني يحتاج انا محتاجة لايه شرب شرب يعني حاد تقاط ذا وطرملين عشان انا اقطع يعني يقطع عشان ان انا اقطع بيها ذا وطرملين اللي هي البطيخة يبقى انا محتاجة ايه كده حاد عشان اقطع بيها البطيخة يقصد سكين يبقى I need a sharp knife انا محتاج ليه سكين حاد سكينة حادة كده اقطع بيها البطيخة رقم 3 We have a or an We have a cook food in احنا بيكون عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ عشان ان احنا نطهو ونطبخ به الطعام بنطبخ فيه الطعام ده اللي هو ايه بقاه؟ طبعا اللي هو oven الفرن يبقى We have an oven احنا بيكون عندنا فرنة بنطهو به الطعام رقم 4 النقاط Egypt People used papyrus for writing ان استخدمت papyrus اللي هو نباتي اللي ايه؟ البردي او استخدمت اللي هو وراء البردي يعني عشان ايه؟ for writing ليه الكتابة استخدموه ليه الكتابة يبقى ايه؟ 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 ولا modern ولا ancient ولا back يبقى ancient Egypt في ancient Egypt اللي هي مصر القديمة في مصر القديمة الناس استخدمت papyrus اللي هو نباتي البردي او وراء البردي ده عشان لايه الكتابة رقم خمسة what do you know about the stone نقاط ايه اللي انت نو ايه اللي انت تعرفوا عن العصر الحجر عايز يقول العصر الحجر اللي هو the stone age اقول يعني منزو تلغبتش بينهم يبقى the stone age اللي هو العصر الحجري ايه اللي تعرفوا عن العصر الحجري رقم ستة نقاط is a hard material used for making cars بتكون مادة خام hard يعني صلبة تكون مادة خام hard صلبة used for making cars استخدمت من اجل ايه making cars لصنع السيارات ايه المادة الخام الصلبة اللي يستخدموها في صنع السيارات طبعا المعدن مثل المعدن دي المادة الخام الصلبة اللي يستخدموها في صنع السيارات رقم سبع most cautions معظم المخدات او الوسائد are made of معظم المخدات والوسائد هتكون مصنوعة من ايه المخدة هتكون مصنوعة من ايه لاذر الجاد متل المعدن كوتن الكوتن بلاستيك طبعا هتكون مصنوعة من الكوتن كوتن الكوتن بعد كده جايب لصفحة 177 والسؤال رقم 8 في الاختيارات نقاط عايزة يقول هل كان يوجد منازل بيسألني يعني هل كان في موجود منازل ترادشنال منازل تقليدية في الماضي كان في زمان في الماضي منازل تقليدية انا بسأل عن ايه عايزة اقول هل يوجد هل يوجد المفرد ولا الجامع عايزة اسأل مع الجامع يبقى المفرد مستبعد اللي هو سواء في المضارع او في الماضي مستبعد بسأل عن منازل جامع طيب بسأل في المضارع ولا في الماضي بيقول في الماضي يبقى بسأل في الماضي يبقى المضارع ده مستبعد. يبقى هل كان يوجد منازل طقل دي في الماضي؟ رقم 9 بيقولي عايز يقولي يعني هل كان يوجد اللي هي المطابخ؟ المطابخ دي مفرد ولا جامع؟ طبعا المطابخ دي جامع بسأل عن الجامع هل كان يوجد اي مطابخ في الماضي؟ عندي هنا السؤال بهل؟ تمام؟ لازم بختار اني صب بتيجي في حالة العرض والطلب الجملة المثبتة يبقى اللي بيجيلي في حالة النفي وحالة السؤال بهل وهي اني بمعنى اي؟ بيجيلي في السؤال او في النفي رقم 10 عايز يقول الامس بتاعك ده بيكون مصنوع من ايه؟ اسمها ميد ايه؟ ميد اوف بمعنى مصنوع من ايه المادة الخام اللي مصنوع منها التيشرت بتاعك؟ بعد كده سؤال خاص بيه كوريكت سؤال خاص بتصحيح الخطأ رقم واحد نقط دير تابس ان انشان ايجيب طبعا ده سؤال عندي هنا بسأل عن تابس اللي هي الحنفيات الصنبور او الايه؟ او الحنفيات طبعا بيكلمني عن جمع بسأل عن الجمع وفي الماضي بايه؟ بوير وير ذير هل كان يوجد تابس حنفيات؟ يبقى هنختار هنا ايه؟ او هنكتب هنا وير ليه خدنا وير؟ لان الحنفيات جمع وكمان في الماضي جمع وفي الماضي يبقى وير رقم اتنين لمس المصابيح بتكون مصنوعة من الزجاج عايزة اقول مصنوعة من مصنوعة من اسمها ميد اوف يعني مصنوعة من مصنوعة من الزجاج رقم ثلاثة واتنوء الذكار سيتس ميد اوف عايزة اقول هنا المقاعد بتاعة السيارة بتكون مصنوعة من ايه؟ ايه المادة الخامل مصنوعة منها مقاعد السيارة؟ المقاعد جمع المقاعد جمع بدل ايه؟ هتيبقى ايه؟ هتيبقى ار رقم اربعة ذير نوء اتنين بيوبلز ان ذا كلاس يستردي عايزة اقول هنا لم يكن يوجد اي تلاميذ ما كانش فيه موجود اي تلاميذ في الفصل يستردي بالامس طيب ايه المشكلة؟ طب ما هو اجيب لبيوبلز التلاميذ جمع واني نافية طب ايه المشكلة ما اجيب لي جمع ومنفي لكن ما رعاش كلمة يستردي وهي في الماضي يبقى عايزة انا هنا جمع وير ومنفي يبقى ويرند وفي الماضي جمع ومنفي وفي الماضي تمام يبقى ويرند نجيب بعد كده سؤال خاص بريدنج الكراءة بيقول هنا هنكتب عن دير المدينة وده اصلا في نهاية الكتاب وقريبا جدا هتلاقوا موجود على القناة اهم البراكرافات الهمة والمتوقعة لمنهج الصف الاول اعدادي الترم التاني